موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الرياض الأسبوعي نبض الملاعب هذه الحلقة سنلقي الضوء على حدثين رياضيين مهمين خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي حيث تمثل نهاية الأسبوع بمراثون فلسطين الدولي الخامس والنجاح الكبير الذي غلف هذا المراثون وسط حضور أكثر من ستة آلاف متسابك من مختلف جنسيات ودول العالم وأيضا الاستحقاق الثاني الذي كان يوم السبت الماضي وهو انتخابات اللجنة الأولمبية الفلسطينية وتشكيل مكتب تنفيذي جديد لها بأسماء جديدة وأخرى أسماء قديمة جديدة هذين الموضوعين سنعود إليهما بالتفصيل بعد فاصل قصير ابقوا معنا لفيت كل المدن والهند والصيني وخليت راسي فوق وما نزلت عاني ومهما عليا قست أيامك يدهر يكفين كل الفخر إني فلسطين هو عالمجوز ندبك ونطيح فلسطينية منطيح هو عالمجوز ندبك ونطيح فلسطينية منطيح أو روسنا بالعالة للحديث حول الموضوعين سالفات الذكر مشاهدين الكرام أرحب بضيفي بالستوديو السيد عبد المجيد حجة أمين عام اللجنة الأولمبية الفلسطينية مساء الخير بالجهاد مساء الورد لك ولجميع المستمعين والمشاهدين ولكل شعبنا في هذا الوطن العزيز أهلا بكم يعطيكم العافية يعني استحقاقين مهمين على صعيد الوطن نتحدث عن انتخابات اللجنة الأولمبية الفلسطينية وأيضا مراثون فلسطين الدولي قبل أن نخوض في تفاصيل أكثر انطباعاتك عن الانتخابات والماراثون يعني بداية أنا أتوجه بالتحية لكل الذين يبذلون من جهدهم وعراقهم مزيدا من العطاء باتجاه الإنجاز لصالح فلسطين ولصالح حسرتها الرياضية وبما يعنيه لنا بأن هذه أمانة ورسالة وطنية رياضية تمثل وتعبر عن قيمة ومقام ومقدار شعبنا وعظم التضحيات وكبرياء أعتقد بأن مراثون فلسطين في النسخة الخامسة شكل قفزة نوعية من حيث العدد المشاركين من حيث حالة الانضباط من حيث نوعية المشاركين أيضا وانتشارهم بين الفئات العمرية ومختلف القطاعات التي أسهمت فيه في هذا الإطار أنا أتوجه قبل الجميع بالتحية لكل هؤلاء الذين قدموا من جهدهم وعلى رأسهم المحافظ بيت لحم على رأسهم بلدية بيت لحم على رأسهم الرعاة الذين وقفوا ومن أجل أن ينجح هذا الاحتفالية وكنا بودنا أن يكون إخوتنا في شق الوطن الآخر في قطاع غزة مشاركين لنا ولكن أبا الاحتلال إلا أن يضع عراقيله وبالتالي يمنع قطاع منهم وللأسف أيضا الممارسات أو الوضع الأمني في قطاع غزة والأمر الواقع في قطاع غزة حرم ما لا يقل عن 42 مشارك من الإخوتنا الذين صدرت لهم تصريح ولكن أنا أعتقد بأن ماراثون بيت لحم هو صورة حقيقية عن صورة الإنسان الفلسطيني وكبرية الرياضي الفلسطيني باتجاه تعزيزه لصورة أفضل في المستقبل بإذن الله وحول موضوع الانتخابات أيضا الانتخابات أعتقد أنها استحقاق ديمقراطي استحقاق نظامي وقانوني وبالتالي درجنا عليه في خلال السنوات السابقة وخاصة في ظل كوني في اتحاد كرة القدم والآن في خلال اللجنة العنوبية أعتقد أنه ملزميا أمام الأسرة الدولية وأمام الأسرة القرية وأمام أنفسنا وشعبنا بأن تكون دوما مؤسساتنا قائمة على الحالة الديمقراطية وعلى الأنظمة والقوانين وبالتالي كانت العملية الانتخابية نموذج في التوافق ونموذج في الالتفاف حول رموز الحالة الرياضية وعلى رأسهم الأخ اللواج برين رجوب وأيضا بالتوافق ما بين القطاعات شعبنا الفلسطيني في الشتات وفي فلسطين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية والقدس وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة من التحدي والعطاء والإنجاز وأنا أراهم على كل هؤلاء المخلصين في الأسرة الرياضية سواء في المحافظات الجنوبية والشمالية والقدس والشتات على أن نؤدي تحت قيادة الأخ اللواج برين الجوب مزيدا من العطاء ومزيدا من الإنجازات على مستوى اللجنة الأولمبية وكل ما يتبعها من الاتحادات الرياضية مشاهدين الكرام نبقى وإياكم مع هذا التكرير الخاص حول انتخابات اللجنة الأولمبية الفلسطينية بعدما أنهت الأمانة العامة في اللجنة الأولمبية انتخابات اتحادات الألعاب الرياضية الفردية والجماعية انتخب أعضاء وممثلين الاتحادات الرياضية في المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات أعضاء المكتب التنفيذي الجديد عدد المرشحين في الانتخابات بلغ 12 مرشحا أربعة عن المحافظات الشمالية من بينهم مرشح نسوي وثلاثة عن المحافظات الجنوبية ومثلهم عن الشتات ومرشح عن القدس ونظرا لأن عدد المرشحين هو العدد المطلوب للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أعلن عن فوز جميع المرشحين وانتخاب اللواء جبريل الرجوب لولاية جديدة مدتها أربعة عوام احنا اشتغلنا بمنطق التوافق وليس بمنطق إجراء الانتخابات حسب الأصول ومقتضيات القانون والنظام وهذا لسببين السبب الأول حالة التراكم السلبي الموجودة عن دنا واللي عمليا يعني خلقت حالي من التجاذبات أحيانا صارت سياسية وأحيانا جهوية وأحيانا شخصية وهي بلا مضمون بالمناسبة السبب الثاني أنه حالة الفشل اللي كانت موجودة عن دنا وأنا بقول فشل لأنه احنا ما زلنا في الرنوي في موضوع الرياضة سواء كان في صناعة اللاعب أو في خلق الكادر المؤهل أو في تأمين منشآت برؤى وطنية أو حتى في القوانين والأنظمة واللوائح اللي يفترض أن تكون بمستوى الفلسطين واللي بتأمله فلسطين من الرياضين تطوير مكونات اللعبة جاء على رأس أجندة المكتب التنفيذي الجديد والذي سيتابع بدوره عمل جميع الاتحادات ويقيم أداءها وفق الخطط المرسومة لكل اتحاد على حدة اللواء جبريل رجوب وخلال المؤتمر الصحفي الخاص الذي سبق الانتخابات دعا إلى ضرورة مراعاة ثلاثة منود في خطط المكتب التنفيذي المنتخب تتمثل في نشر اللعبة وتطوير مكوناتها وحمايتها لضمان استمرار ديمومتها مع التركيز على أن تراعي الفترة القادمة لجميع الاتحادات عنصر تطوير اللاعبين والفنيين وصناعتهم بهدف المشاركة في الاستحقاقات الرياضية المقبلة البند الثاني تفويد المكتب التنفيذي الجديد لإعداد وإقرار الأنظمة واللوائح والقوانين وكمان يكون هناك جلسة سنوية للهيئة العامة لأعضاء الجمعية العمومية لهم السبعة وعشرين اتحاد يكون فيه اجتماع سنوي للجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لللجنة الأولمبية كمان يكون فيه عنده اجتماعات دورية المكتب التنفيذي الجديد سيعمل على إعادة صياغة القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للرياضة بهدف تطوير الأداء الإداري والفني للاتحادات لتكون أدات قياس لها في الفترة القادمة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام يعني أبو جهاد الانتخابات انتهت والآن دور العمل يعني بالتأكيد هذا الآن ونحن نثق بأنفسنا نثق بأسرتنا الرياضية نثق بمكونات اللجنة الأولمبية والأسرة الرياضية الفلسطينية أعتقد بأنه أنجزنا يعني شوط لا يستهان فيه من خلال تمام عملية انتخابات الاتحادات وتشكيل الاتحادات بإدارات جديدة وملكات التنفيذية وهناك العديد من الاتحادات قطعت أو بدأت بشكل فعال بما يعني نعتز ونفتخر به الآن أكملنا انتخابات اللجنة الأولمبية أيضا وتشكيل المكتب التنفيذي الجديد أمامنا خلال المرحلة القادمة القريبة جدا من خلال ما اتقذ من قرار وتكليف للجمعية العمومية للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بعملية صياغة وإعداد اللوائح والقوانين الخاصة باللجنة الأولمبية الفلسطينية وكذلك الأمر بالنسبة للاتحادات أعتقد وأنا أجزم بذلك بأنه خلال ما لا يتجاوز 45 يوم على الأقل ستكون مسودة الأنظمة واللوائح جاهزة وبالإجمالا جاهزة لاجتماع الجمعية العمومية والصورة التي يمكن أن تكون باعتمادها وفق اللوائح والقوانين الدولية وأيضا أعتقد أنه بدأنا المشوار باتجاه مراجعة اتحاداتنا المكاتب التنفيذي لكل من الاتحادات على حدة لتقديم خطته السنوية سواء بجوانبها الإدارية أو المالية أو الفنية لانطلاق موسم لكل من هذه الاتحادات نصل فيه في نهايته إلى أنه سنذهب إلى الطوكيو 2020 ونحن متسلحين بنخبة من الكفاءات والمواهب والقدرات لللاعبين بمختلف الألعاب الرياضية يعني لو وضعتنا في صورة الرقابة التي ستكون والمتابعة من خلال اللجنة الأولمبية على الخطط من قبل الاتحادات لأنه واضح من كلامك وأيضا من كلام سيرة اللواء في الكلمة الجامعة التي ألقاها في الاجتماع والانتخابات بأن الاتحادات ستكون تحت مجهر اللجنة الأولمبية كما يجب يعني هذا الجانب هو من أهم الجوانب التي ستكون في عمل اللجنة الأولمبية والاتحادات بشكل خاص ونحن أنا أقول لك بأننا نثق في كل الاتحادات وفي كل مكاتب التنفيذية لأن تكون رقيبة على نفسها رقيبة على الرسالة وأمينة للرسالة الوطنية التي نحملونها باتجاه اللاعبين باتجاه الحالة الفنية باتجاه الرياضة واللعبة التي يختص فيها كل منهم ومن هنا أعتقد أنه سيكون ضمن أيضا اللجنة الأولمبية ودوائر اللجنة الأولمبية هناك إما دائرة مختصة بالرقابة والتفتيش على أداء الاتحادات فيما يختص بالجوانب الفنية للاتحادات الرياضية أو على الأقل بدو يكون فيه هناك مفوضية من خلال أيضا المكتب التنفيذي للإشراف على هذا الجانب أنا أعتقد بأنه سيكون فيه هناك جهد جبار وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم كلما تقدم الاتحاد بخطط استراتيجية وخطط قابلة للتنفيذ وقدمت لللجنة الأولمبية وتم اعتمادها إذن بالتأكيد سنكون ملزمين بأن نوفر الاحتياجات ضمن الممكن وإضافة لذلك أن نكون مراقبين نحن وهيئة الاتحاد نفسه على الإنجاز وضرورة أن نكون أمناء على رسالتنا الفلسطينية أيضا أبو جهد وجود سيرة اللواء جبريل الرجوب على رأس اللجنة الأولمبية الفلسطينية إضافة نوعية أخرى واستمرار للإضافات السابقة الذي أوجدها وجود سعادة سيرة اللواء على رأس اللجنة الأولمبية الفلسطينية ما يعني بأن القادم هو أفضل وأفضل بكثير للرياضات الفلسطينية المنضوية تحت جناح اللجنة الأولمبية الفلسطينية هذا بكل تأكيد سيكون بالضرورة ويجب أن يكون أفضل وإلا لا داعي للوجود ولا داعي للتسميات لأي كان إذا لم يكن القادم والمستقبل هو أفضل للاعبنا ولمدربنا والجانب الفني والجانب الإداري وعلى مستوى الإنشاءات وعلى مستوى تطور الثقافة الرياضية العقلية الفلسطينية وبالتالي سيكون هناك أيضا الجوانب القانونية والنظامية هي الأساس ومراقب أو على الأقل معيار للحكم وبالجوانب الفنية من هنا أنا أجزم قاطعا بأن المستقبل يجب أن يكون أفضل بمقدار ما أراهن أنه سيكون أفضل بغض النظر عن أعتقد من تسقط قاماتهم أو تقصر قاماتهم وهناك أحد يعني شخص لا يرى إلا نفسه أو شخص بده يتفعفل في التراب هنا أو شخص ينعق ولكن المسيرة الرياضية والحركة الرياضية ستسير بقوة ونراهن على هذه المنظومة بكل مكوناتها لأن تكون أمينة للرسالة ونرتقي بالعمل الرياضي الفلسطيني كرسالة تمثل كبرياء الشعب الفلسطيني حول تشكيلة المكتب التنفيذي والأعضاء نتحدث عن تم مراعاة للجغرافية الفلسطينية من خلال المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية وأيضا وجود الكدس والشتات الفلسطينية ووجود العنصر النسوي بالإضافة لذلك أهمية هذه المراعاة الجغرافية ووجود أيضا العنصر النسوي أبو جهاد هذه سنة بمقدار ما فرضها وسنها الأخلواء جبرين رجوب بمقدار ما هي أيضا وبالذات في الموضوع النسوي هو معيار دولي ولربما سبقنا فيه كثير من اللجان الأولمبي والاتحادات وخاصة على صعيد اتحاد كرة القدم الذي عايشته أعتقد بأن التوزيع لعضاء المكتب التنفيذي على مستوى المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية هو وضع طبيعي جدا بحكم المساحة الأوسع ولكن أيضا القدس هي عنواننا وتاجنا وقلبنا والشتات هو درة معانيات شعبنا الفلسطيني وبالتالي إما أن تكون رسالتنا ممتدة على كل قطاعات شعبنا حيثما وجد وبالتالي أن نكون خدما لشعبنا ولحركتنا الرياضية في كل مكان وإلا سنكون أعتقد بأنه أقصر من ما يستحق الشعبنا الفلسطيني وبالتالي أعتقد بأنه التقسيمي كانت بأنه ثلاث زائد أخت في المحافظات الجنوبية وأعتقد أن الأخت للمستقبل المحافظات الشمالية كذلك الأمر أربع زائد أخت وبما فيهم كمان ممثل عن القدس وبالتالي أيضا ثلاث زائد أخت من الشتات بالإضافة لرئيس اللجنة الأولمبية ولكن أعتقد بأنه الآن تجاوزنا مرحلة الانتخابات كل عضو في اللجنة الأولمبية يجب أن يشعر نفسه بأنه هو ممثل لكل الوطن وليس ممثلا للمنطقة التي انتخب عنها كذلك الأمر ما يتعلق بأعضاء المكاتب التنفيذية لكل الاتحادات بأنه يعني هو يمثل وطن ولا يمثل حارة ولا يمثل منطقة جغرافية تم انتخابه عنها أبو جهد ممكن نشوف اجتماعات للمكتب التنفيذي خلال الفترة الحالية الأربع سنوات القادمة في المحافظات الجنوبية والشمالية والكدس وربما أيضا الشتات يعني أعتقد أنه يعني هذا معيار ونظام حالي نظامي يجب أن يكون فيه هناك اجتماعات دورية للمكتب التنفيذي ولربما هذا يقرر المكتب التنفيذي لوجود مثلا كل شهرين يكون فيه هناك انعقاد للاجتماع رسمي للمكتب التنفيذي ولكن أعتقد بأنه من خلال توجيهات للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الفلسطينية وهناك أيضا لربما يكون هناك مكتب تنفيذي مصغر مشرف على العمل اليومي من خلال رئيس الاتحاد والأمان العامي ودوائر الاتحاد المتفرغة هناك تفعيل بشكل قوي جدا وأعتقد بأنه كل من أعضاء اللجنة الأولمبية سيكون هو مسؤول عن ملف معين وإضافة لذلك أنه اجتماعات الهيئة العامية أو الجمعية العمومية لللجنة الأولمبية والتي أقرها الجمعية العمومية وأعلن عنها الأخ اللواء جبريل رجوب بالحق لها ستكون سنوية في الوضع الطبيعي أيضا سيدة اللواء جبريل رجوب في كلمة أكد على ضرورة حماية اللعبة ونشرها وأيضا تطوير مقومات هذه اللعبة كيف سيتم ذلك أبو جهد؟ يعني باتجاهين أو من خلال مقومين أساسيات هي من خلال الاتحاد بشكل أساسي المختص باللعب ويجب أن يكون يرتقي إلى مستوى الحرص ومستوى المسؤولية عن اللعبة التي يقوم عليها من خلال خطة استراتيجية لتأهيل اللاعب ولتأهيل حكم ولتأهيل مدرب ولتأهيل منشأة ولتوفير أعلى درجات الجانب الفني والإداري والمالي في إطار الاتحاد والجانب الآخر من خلال لجنة الأولمبية كراعية للحركة الأولمبية الفلسطينية والاتحادات الرياضية الفلسطينية وأعتقد بأنه أيضا هناك علاقة ومسؤولية كبيرة جدا للحكومة والرئاسي وللمجلس الأعلى للشباب والرياضة وهذا الذي لم ينقطع ونحن كفريق واحد نعمل من أجل الوطن ونعمل من أجل إنساننا الفلسطيني بما يليق بشعبنا ويرتقي بواقع رياضتنا كمحور مركزي في مشروعنا الوطني الفلسطيني والتحرري أخيرا في موضوع انتخابات وأيضا اللجنة الأولمبية أبو الجهاد قبل الانتقال لموضوع الماراثون أيضا أحد الأمور التي أكد عليها اللواء جبريل أرجوب بأنه ضرورة الإعداد الجيد لدورة الألعاب الأولمبية القادمة في توكيو 2020 يعني طبعا الانتخابات حديثة إلها يعني أكم يوم ما فيش خطط أكيد ولكن وجهة نظرك ما هو المطلوب للتحضير والإعداد أيضا للوصول لتوكيو بأعداد أكبر من الأعداد السابقة يعني هذا أعتبر تعليمات وقرار من الأخ اللواء جبريل أرجوب لي ولكل الاتحادات ولكل الأخوة على رأس هذه الاتحادات المسؤولين وأصحاب القامات بأنه أمامنا عنوان توكيو 2020 يجب أن نذهب إليه بكبرياءنا بإمكانياتنا تأهيلية كاستحقاق وليس بالكرت الأحمر ولا الأبيض ولا الأخضر ومن هنا أعتقد بأنه لا أنا واثق بأنه هناك العديد من الاتحادات وعلى رأس الاتحاد الكاراتي والعديد من الاتحادات أيضا بما فيهن اتحاد كرة القدم والاتحادات الأخرى ذات العاب الفردية جاهزة أو على الأقل وضعت خطط لأن تكون جاهزة من خلال إيجاد ووضع معسكرات والخطط التدريبي والتأهلي للعديد من اللاعبين سواء في داخل الوطن أو الشتات أو التعاون ما بيننا وبين بعض الدول الصديقة التي استعدت لأن تدرب وأن تؤهل العديد من لاعبين وأمل أن نكون على قدر هذا الرسالي وننجز بما يؤمن ذهابنا إلى توكيو 2020 بجيش من اللاعبين القادرين على المنافسة وليس بمنطق السابق بأنه سنذهب بالكرت الأحمر أو الأبيض مشاهدين الكرام ننتقل أيضا للحديث أكثر حول موضوع مارثون فلسطين الدولي الخامس والذي احتضنته مدينة بيت لحم مهدي السيد المسيح عليه السلام يوم الجمعة الماضي بمشاركة أكثر من ستة آلاف متسابك حضروا من مختلف دول العالم قبل أن نخوض في تفاصيل أكثر وأكثر نبقى وإياكم مع هذا التقرير في أكبر تظاهرة رياضية فلسطينية تجمع أكثر من ستة آلاف عداء وعداء مثل 65 دولة في ساحة المهد في مدينة بيت لحم للمشاركة في مارثون فلسطين الدولي الخامس تحت شعار حرية الحركة والتعبير نجاحات كبيرة حققها المارثون لعل أبرزها زيادة أعداد المشاركين بشكل ملحوظ عن النسخ الأربع السابقة إضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة الإناث التي وصلت إلى 50% مناصفة بالذكور أنا الأوان لإنهاء معاناة وعذابات الشعب الفلسطيني أنا الأوان لمواجهة هذا الاحتلال العنصري الفاشي اللي على مدار 50 سنة يسعى لكسر إرادتنا لتدمير مجتمعنا لنهب أرضنا وبناء مستوطنات عليها إنه إحنا ما زلنا موجودين ومصرين على نيل حريتنا وأستقلالنا نحن لنا الحق في الركض والعيش والبقاء كما أنت لك الحق أيها العداء العالمي الذي محتمل إذا شاركت في ماراثون ثاني بتروح إلى 42 من النقطة وبترجع لنفس النقطة ولكن في بيت لحم الفلسطينية هناك حالة ثانية ولك أن تعيش فيها لترى ما نعيش وشهد الماراثون ميزات عديدة منها إدخال صباق خاص بالأسرة وإضافة صباق مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة يهدف الماراثون إلى إيصال رسائل نبيلة تحمل في طياطها أسمى معاني الحب والسلام لشعب يعيش تحت احتلال يحرمه من ممارسة أبسط حقوقه المشروعة فيكفي أن ترى جدار الفصل العنصري لأن تصل رسالة فلسطين لكل العالم وأن الشعب الفلسطيني لديه حق واضح وراسخ بحرية الحركة والتنقل دون أي قيود الحمد لله ربعين من نفسك أنا تكوية والحمد لله ربعين يعني خمس سنين الأول الأول شرقت عدة مورثات فلسطين ومورثون الدولي وجبت أول أربعة في العشرة كله أول أول يعني رقم وطني وشرقت برضو رقم وطني هنا في الواحدة وعشرين وجبت الساعة وستعشر دكيك شاركت اليوم بماراثون فلسطين هو أكبر تظاهر رياضي بتصير أنا في فلسطين كان إلي الشرف وربنا وفقنا وحصلنا على المركز الأول من ساحة المهد انطلق الماراثون وإليه كانت النهاية وكما عهدناه عنوانا لدعم الشباب قدم اللواء جبريل الرجوب الجوائز للفائزين بالسباق متمنيا إقامة النسخة القادمة من الماراثون في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين حيث حصل على المركز الأول عن فئة الذكور ميرفين ستينكيمب فيما حازت كيتي على المركز الأول عن فئة الإناث أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام أبو جهاد حدثنا عن سمو الرسالة في ماراثون فلسطين بعد هاي المشاهدات في هذا التقرير يعني الرسالة هي شاملة وأكثر من مفصل أساسي لهذه الرسالة رسالة سياسية رسالة اجتماعية رسالة فنية رياضية رسالة كبرياء واعتزاز فلسطيني على قاعدة السياسة نعم نقول بأن هذا الاحتلال المجرم الذي مارس كل أصناف العذاب ومصناف الضهاد والقهر لشعبنا الفلسطيني عجزه سيعجز ولن تنجح جهوده في كسر إرادة هذا الإنسان الفلسطيني وبالتالي المتواجدون وبالتالي مستمرون في وجودنا ونشاطنا وفعاليتنا على النستوى الرياضي أعتقد بأنه كرس الماراثون حق من حقوقنا في عملية الحركة وأبرز الحالات بأنه جمع هذا الحشد الكبير جدا أكثر من ست ألاف شخص أو متسابق أو رياضي يسميهم مشئت من كافة أقطاب العالم من أكثر من 65 دولة وفيه المسلم والمسيحي وفيه الصغير والكبير والفتاة وبنسبة 50% من الفتيات على الأقل هذه أيضا رسالة اجتماعية تعزز وتؤكد وحدة وسمو روح شعبنا الفلسطيني وتكاثفه سويا مع بعضه من هنا أنا أقول بأنه الماراثون هو رسالي سامية لشعبنا الفلسطيني ورسالي إلى كل أنحاء العالم بأنه آن الأوان لهذا الشعب الفلسطيني هذا الشعب الجبار أن ينعم بحرية واستقلاله وأن يخلص من هذا الاحتلال الفاش المجرم الذي يمنع أو يسعى لمنع حتى عناصر الحياة عنه وعناصر الحركة والحرية وخاصة في الجانب الرياضي أيضا من هذا المجال تقييمك لدور الكطاع الخاص أبو جهاد في دعم هذا الماراثون الذي أصبح ماركة مسجلة في فلسطين ومدينة بيت الأحم نعتزه بدوره وببذات على رأسه العديد من المؤسسات وخاصة شركة جوال بنك فلسطين لا أذكر التسميات بمقدار أن هناك العديد من الشركات والقطاعات من القطاع الخاص تبنوا ودعموا هذا المجال أتمنى أن تصل الرسالة إلى القطاع الخاص بخصوص رياضتنا الفلسطينية بشكل عام وبالتالي أن يرتقي الدعم لهذا الباب وهو باب الرياضة بكل تصنيفات ألعابه ولكن أيضا يلزمنا ويلزم ولزاما على أقطاب الحركة الرياضية لدينا بأن يكونوا على قدر الرسالة وأن يوصلوا الرسالة إلى حتى القطاع الخاص وأن يكونوا قادرين على استقطابه لصالح الاستثمار في نشر الثقافة ونشر الألعاب ودعم تعزيز القدرة على إقامة هذه الألعاب ونشر اللعب أيضا الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يقول كلمته في مثل هذه الاستحقاقات المحافظات الجنوبية المتمثلة بالمحافظات قطاع غزة كانت غائبة بشكل كبير جدا وربما تماما نتيجة معان الاحتلال ومنع الاحتلال من وصول المتسابقين من هناك تعقيبك على مثل ما يكون به الاحتلال الإسرائيلي في مثل هذه المناسبات يعني غير مستغرب وغير مستهجا على هذا الاحتلال المجرم أن يقطع الماء والكهرباء وبالتالي الهواء عن شعبنا الفلسطيني وبالتالي أن يمنع التواصل وخاصة أنه ينعم بنعيم كبير جدا بأنه هناك في ظل الحصار موجود على غزة وفي ظل تقطع الأوصال وبالتالي غيب جبرا وقصرا المحافظات الجنوبية بقطاع واسع جدا ولكن أيضا غيبنا نحن كفلسطينيين وغيبنا من خلال وجود الأزمة في قطاع غزة وحالي أمنية معينة أيضا غيبنا 42 شخص وهو متسابق كان مفترض أن يكونوا في الميراثون غيبناهم بحجة الوضع الأمني في غزة وبالتالي كانت لهم تصريح ولم يسمح لهم بالخروج هذا كمان أيضا يجب أن نكون صديقين فيه معنى أنفسنا أيضا تم التغييب لـ 14 شخص من رؤساء اتحادات ونواب رؤساء اتحاد من أعضاء اللجنة الأولمبية للحضور لاجتماعات اللجنة الأولمبية كذلك الأمر وهذا أمر يعني على الأقل لأنه إحنا مكشوفين أمام العالم يعني بدرج كمان يعني نمارس يعني نكذب في حقائق ومن هون الاحتلال المجرم دوما هو من يعيق حركتنا ويمارس كل أصناف الظلم والإجرام بحقنا ولكن كمان يجب أن نرتقي إلى أنه من الجريم والإجرام أن تتدخل السياسة والأمن في الحالة الرياضية وبالتالي أن ندخل أنو في الحالة الحزبية والحالة السياسية للتدخل في الحالة الرياضية وبالتالي نزيد عليها القيود فوق القيود المفروضة من الاحتلال مشاهدين الكرام نبقى وإياكم مع تقرير آخر حول مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل ملفت وشكل فاعل في مراثون فلسطين الدولي الخامس قبل ساعات قليلة من انطلاق مراثون فلسطين الدولي الخامس كان لابد من تسليط الضوء على شريحة مهمة في المجتمع ألا وهم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين شاركوا على مدار أربع نسخ سابقة جمعية بيت لحمة العربية للتأهيل والتي سيتم من خلالها مشاركة 180 شخصا في المراثون أكدت أن مشاركتهم حق مشروع تكفله كافة اللوائح والقوانين وأنها تعمل جاهدة على دعم هذه الشريحة من المجتمع هذه ليست المشاركة الأولى لنا في المراثون نحن كل عام بنشارك مشاركتنا العام السنة هي متميزة عندنا 180 شخص من أشخاص ذوي الإعاقة رح يشاركوا بالإضافة إلى 70 من المناصرين الهدف من مشاركتنا هو أن نرفع صوتنا عالي ونقول أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أشخاص في المجتمع بمثل شريحة مهمة وعندهم القدرة والقدرة العالية للمشاركة العدو العكسي لانطلاق المراثون قد بدأ فعليا الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم إيمان راسخ بالمشاركة والإنخراط في مناح الحياة المختلفة وفي كل يوم تزداد قناعاتهم بضرورة إيصال إيحاءات للشعوب الأخرى أن على أرض فلسطين ما يستحق الحياة مؤكدين أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني من ناحية حقوقية ومن ضمن أنه إن الحق أشخاص ذوي الإعاقة أن نشارك من ناحية قانون فلسطيني ومنظومة عالمية الحق في الحركة بالتالي مشاركتنا يعني راح تكون مفصليين نثبت للعالم إنه إحنا كأشخاص ذوي الإعاقة برغم الصعوبات وبرغم الإعاقة الموجودة إنه منثبت أنه عندنا إرادة للأشخاص اللي ما عندهم إعاقة ومنثبت للعالم على الرغم إنه فيه احتلال وفيه ظروف في فلسطين منعيشها ما فيه يعني نيجي نحكي بلدان أو دول بتعيشها على الرغم إنه كمان منكسر الحاجز ومنشارك فيه إشي إلو علاقة بالرياضة ومنثبت إنه فيه عندنا إرادة وقوة لهاي المشاركة إحنا اليوم إحنا زينا نسارك بمراسون فلسطين 2017 بمراسون الخامس لنثبت للعالم إنه إحنا لا يتززق من أبناء السعب واحد واتنين إنه من حقنا إنه ندخل الشوارع ونمارس زينا زي غيرنا إنه أصخاص ذوي الإعاقة ما بيختلفوا عن الأصخاص الثانين إلا إنه يعني كيف حكي فيه فرقات بسيطة بس إحنا نقدر إنه نتحدى ونصل للنهاية هذا ومن المنتظر أن يتميز الماراثون بأجواء رائعة وأن يتخل له العديد من النشاطات الفنية المختلفة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام طبعا هذا التقرير كان أثناء التحضيرات لانطلاق الماراثون وأيضا استحداث مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل اللجنة الأولمبية الفلسطينية في هذا الماراثون أهمية تواجد أبو جهاد ذوي الاحتياجات الخاصة في حدث بمثل أو بقيمة ماراثون فلسطين الدولي يعني لربما يسموهم حتى الثقافة والكتب وإلى آخرها أصحاب الإعاقة وتهذيبا نقول أصحاب الاحتياجات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن هؤلاء الفلسطينيين هم أصحاب الكبرياء الخاصة أصحاب الإرادة الخاصة أصحاب الشكيمة والعزيمة المتميزة وأعتقد بينهم أكثر شكيمة وعزيمة من كثير من الأصحاب بدنيا من من شاركوا سواء في الماراثون أو في الألعاب الرياضية الأخرى أو في الإبداعات الثقافية والاجتماعية وجودهم هو دلالة كبرياء ودلالة الاجتمال ودلالة وحدي ودلالة التقاء يجسد الأخلاق الرياضية والقيم والأخلاقيات الأولمبية والرياضية باتجاه بأن الرياضة تجمع الكل وتجمع الجميع وبالتالي لا أحد عاجز عن أداء رسالة الرياضية وخاصة حينما تكون ذات بعد وطني سامي واستثنائي بتمثل الشعب الفلسطيني فهؤلاء أول الفرسان الذين سيكونون في المقدمة لتمثيل دورهم وبالتالي من هنا وجب توفير كل ما يؤهل لمشاركتهم وبالتالي يوفر كل شيء لمشاركتهم وكانت مشاركتهم إبداعية على ما عدت أيضاً يعني حضور الأسرة من خلال المراثون خاص بالأسرة أضاف نكهة خاصة يعني إحنا بقول الرياضة للجميع والمراثون للجميع وبالتالي يعني أن ترى طفلاً عمره خمس سنوات أو طفلاً عمرها ثلاث سنوات وأربع سنوات تسير مع أمها وأبوها وشقيقة بالإضافة للمسن عمره سبعين سني وكذلك المرأة أعتقد بأنه هذه ميزة حالة الاجتمال والتكاثف والاندماج للصورة الإبداعية الفلسطينية التي تمثل الكل الفلسطيني وخاصة على أرض وساحة مهد المحبة والسلام في بيت لحم والذي يعني رسالة شاملة وبالتالي تنطلق إلى العالم أجمع بأنه هناك شعب فلسطيني لازال يرزح تحت الاحتلال ولكن يجب أن ينال حقوق بإرادة أولى الذين يحيون بعزة وكبرية بكل تأكيد أبو جهاد يعني أخيراً بالإضافة للجهد الكبير الذي بذل من قبل اللجنة الأولمبية الفلسطينية يعني كان أيضاً هناك فعاليات مدينة بيت لحم أيضاً سبب رئيسي أيضاً في نجاح هذا المراثون من خلال المحافظة والبلدية والأجهزة الأمنية والمتطوعين ومؤسسات مدينة بيت لحم أليس كذلك؟ أنا من بداية الحديثي أنا وجهت شكري واعتزازي وكبرياء اللجنة الأولمبية وعلى رأس الأخي اللواجبرين بكل الذين أسهموا في إنجاز هذا الحدث الرياضي والعرس الرياضي الفلسطيني ابتداء من أبناء مخيم الدهشي الواقفين وبوزع مية على المتسابقين وانتهاءاً بمحافظة بيت لحم الأخ اللواجبرين البكري للبلدية للرعاة للمتطوعين للمجلس الأعلى للشباب والرياضة سواء بشكل مركزي أو في بيت لحم ولرجال الأمن والشرطة الذين أبدعوا وأعتقد أن انتهى المراثون بدون حدوث أي مشكلة كانت والرسالة والاعتزاز الأكبر برجال الإعلام وخاصة كل الفضائيات ووسائل الإعلام وعلى رأس تلفزيون وفضائية فلسطين الذين استطاعوا أن ينقلوا الصورة وهم الذين يصنعون الصورة لنقلها للعالم فكل التحية والاعتزاز والكبرياء من ساعات الصباح الباكر بل هم من مساء اليوم السابق كانوا متواجدين حتى آخر ساعات الليل ما بعد المراثون فكل الاعتزاز والإكبار والإجلال لكل الذين يمنحون من جهدهم من أجل رفعة ورقي الإنسان الفلسطيني وأبناء شعبنا الفلسطيني ورسالتنا الوطنية الفلسطينية أشكرك جزيلا السيد عبد المجيد حجة أمين عام اللجنة الأولمبية الفلسطينية شكرا لحضورك وتواجدك معنا أبو جهد شكرا جزيلا لكم جميعا الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام أشكركم على المتابعة لكم أطيب المناوى إلى اللقاء اشتركوا في القناة